للمرات الثانية يصطدم السودانيون بخبر تأجيل تشكيل الحكومة الانتقالية لكن الأمر لدى المجلس العسكري هو ره المشاورات بينهم وبين ممثل المعارضة داخل مجلس السيادة في حين أكد مسؤول في تحالف قوى الحرية والتغيير أن التأجيل بسبب إجراءات الفحص الأمني للمرشحين لتولي حقائب وزارية مرجحا أن تعلن القائمة النهائية يوم الاثنين القادم شعار الثورة العميق حرية سلام وعدالة رئيس الوزراء المكلف عبدالله حمدوك أعلن عن اختيار سبعة أسماء فقط من بين قائمة المرشحين العشرين لحكومته كما طالب قوى الحرية والتغيير بتعديل قائمة ممثليها لا سيما بعد رفض جبهة الثورية تلك القائمة التي اعتبرتها تهمش دورها باعتبارها أحد الفاعلين في صفوف قوى الحرية والتغيير يرفض حمدوك التدخل أو التأثير في هندسة تشكيل حكومته من أي جهة كانت ويرفض معه حزب الأمة مبدأ المحاصصة خطوة تبدو مباشرة لسودانيين لكنهم ينتظرون أن تجد حكومة الخبير الاقتصادي الأممي السابق حلولا لمشاكلهم المتفاقمة وأبرزها الملف الأمني والاقتصادي